معنا من رميش جنوب لبنان هديل نماس ومن الجليل الأعلى كريستين رينوي أهلا بكما أبدأ معك كريستين هذا الخبر الذي أوردناه منذ قليل عن الجيش الإسرائيلي برسل ثلاثين صاروخا هل هو جديد يقع ضمن ربما نطاق صفرات الإنذار التي دوت خلال هذه الساعة أم أنه يعود ربما لأكثر من ساعتين من الآن من مستجدات نعم سهام المستجدات بأن في هذه الأثناء المدفعية الإسرائيلية تقصف مواقع في القطاع الشرقي جنوبي لبنان وفي العادة عندما نسمع هذا الصوت يكون القصف باتجاه رشي الفخار في هذه الأثناء يجري القصف وكان هناك ضربات متواصلة من المدفعية الإسرائيلية قبلها كانت خلال الساعة الأخيرة دوت صفرات الإنذار في شتولة بالجليل الغربي وبحسب أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك انفجار لصواريخ ثقيلة صواريخ ثقيلة من نوع بركان وإضا مراسلتنا في جنوب لبنان وثقت انفجار وتصاعد الدخان من موقع عسكري موقع الرهب الآن ونحن نتحدث نسمع أصوات هذه الضربات للمدفعية الإسرائيلية سهام كنا نتحدث عن حدث أيضا في الجليل الغربي واستهداف لمواقع عسكرية بالصواريخ الثقيلة قبلها في ساعات العصر بالتوقيت المحلي كان هناك تفعيل لصفرات الإنذار في إصبع الجليل خلال عملية أو محاولة اعتراض لرشقة صاروخية استهدفت مربض المدفعية الزعورة في شمالي الجولان السوري المحتل المدفعية التي خلفت حرائق في الهبارية وفي مناطق جنوب لبنان شهدنا بأنه في أعقاب هذه الحرائق التي اندلعت في الجنوب اللبناني كان هناك عملية بإطلاق نحو ثلاثين صاروخا استهدفت هذه المدفعية الاستدافة للجولان لليوم الثاني تنفذ عمليات في الجولان بعد نشر فيديو مسيرة الهدهد اثنين سهام والضجر الذي أحدثه نفس السياق الإرهاب النفسي الحرب النفسية وأن كل ما ورد في الفيديو هو في إطار بنك الأهداف أن حزب الله يملك معلومات وصور مرئية حديثة من الجو تظهر التحديثات الميدانية على الأرض وأيضا تظهر عجز منظومة الدفاع الجوي على التعامل مع هذه القدرات الاستخباراتية لدى الحزب أيضا هناك تحقيقات تجري حول سبب سقوط صاروخ على سيارة إسرائيلية يوم أمس في منطقة وسط الجولان قرب قاعدة نفح العسكرية كان حزب الله استهدف هذه القاعدة بعشرات صواريخ الكاتيوشة في إطار رده على عملية اغتيال وقعت على طريق دمشق بيروت أحد الصواريخ سقط مباشرة على مركبة وقتل إسرائيليان التحقيق يبين بأن الجيش الإسرائيلي صنف المنطقة أو الموقع على أنه منطقة مفتوحة وبالتالي لم تنفذ أو تحاول الدفاعات الجوية إجراء أي عملية اعتراض لأن المنطقة مصنفة على أنها منطقة مفتوحة وفي العادة يفضل الدفاع الجوي بأن يتم الاعتراض في المناطق المأهولة سكانيا لكن المنطقة صنفت على أنها مفتوحة سهام على الرغم أنها قريبة من قاعدة نفح العسكرية والتي تستهدف وأيضا نتحدث عن طريق رئيسي في الجولان كل المستوطنين الذين هم يودون الذهاب إلى مستعمرات وسط الجولان عليهم سلوك هذه الطريق وبالتالي الكثير من الغضب في صفوف الجبهة الداخلية الإسرائيلية على إثر العملية التي شهدتها الجولان يوم أمس ومقتل الإسرائيليين الأثنين شكرا جزيلا لك كريستينا رينوي من الجليل الأعلى هل من جديد على مستوى التطورات الميدانية في جنوب لبنان؟ بالإضافة لأصداء كلمة نصر الله اليوم سهام قبل لحظات من الآن كنا قد رصدنا الاستهداف بالصواريخ على مواقع إسرائيلية في محيط موقع الراهب الإسرائيلي وغالبا هذه الصواريخ كما تذكر الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية أنها من نوع بركان لم يصدر حتى الآن بيان من حزب الله حول هذا الصاروخ بيان واحد صدر حتى هذه اللحظة حيث استهدف حزب الله في بداية هذا اليوم موقع مربض المدفعية في الزارعية في الجولان المحتل هذا كان من ضمن المواقع التي كانت في فيديو الهدود اثنين يوم أمس على صعيد الاستهدافات الإسرائيلية على غير المعتاد هذا القطاع الأوسط والغربي اليوم يشهد هدوءا حذرا فيما تتعرض بلدات في القطاع الشرقي مثل بلدة العرقوب ورشية الفخار لقصف المدفعي المتواصل هذا القصف المدفعي أيضا تسبب بحرائق كبيرة في بلدة الهبارية الدفاع المدني سيطر على نحو 90% من هذه الحرائق ولا تزال عمليات الإطفاء مستمرة حتى هذه اللحظة ثلاث غارات حتى اليوم على بلدة الطيبة أيضا في القطاع الشرقي هذه الغارات على بلدة الطيبة كانت أثناء الكلمة التي ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله هذه الكلمة التي أكد فيها على أن هذه الجبهة هي جبهة إسناد إلى غزة وهذه الجبهة الغرض منها استنزاف جيش الاحتلال حتى لا يستفرد في غزة وأيضا للضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار أكد أيضا أن بخصوص المفاوضات التي تجري الآن في الدوحة أن حماس تفاوض بالنيابة عن محور المقاومة وقال أن ما ترضى به حماس يرضى به المحور أكد على أن هذه الجبهة ستتوقف فور توقف إطلاق النار في غزة لكن إذا ما قررت إسرائيل أن تشن هجوما على لبنان سيقوم حزب الله بالدفاع عن لبنان تساءل عن الدبابات التي قالت أنها ستكون متوجهة إلى نهر الليطاني بعدما تخرج من رفح قال أن هذه الدبابات ما تزال تقاتل لمدة شهرين في رفح ولم تحقق أي انتصار كيف يمكن أن تدخل وتصل إلى نهر الليطاني قال أن هناك مئة ألف مقاتل لا يزال ينتظر في جنوب لبنان على الحدود حتى يشارك في هذه المعركة في تأكيد على أن هذه الجبهة هي جبهة إسناد لغزة لكن في حال توقف القتال ووقف إطلاق النار في غزة وقررت إسرائيل بالتوجه لشن وتوسيع الجبهة باتجاه الشمال فأن حزب الله سيكون لها بالمرصاد هذا أبرز ما قال ما تحدث عنه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم في تأبين القائد العسكري أبو نعم الذي اختلته إسرائيل في الأيام الماضية خلال أسبوعين إسرائيل نفذت أربع اختيالات آخرهم كان الاختيال يوم أمس في الطريق العام بين دمشق وبيروت للمرافق السابق للأمين العام بحزب الله الذي كان مرافق له لحتى عام 2006 سيهام هذه لنا ماس مرمش جنوب لبنان شكرا جزيلا لك